اشتركوا في القناة بقيادة جلالة الملك المعظم بعدها استعرض المجلس اجابة عدد من اصحاب السعادة الوزراء بشأن الخدمات الاساسية المقدمة الى المساجد في مملكة البحرين وبشأن عدد الموظفين الحكوميين العاملين بعقود عمل جزئية او مؤقتة كما ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقرر عدم اقرار المرسوم بقانون واحالته الى مجلس الشورى الى ذلك وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تمديد عمر السيارات المسموح للمواطنين بشرائها من الخارج بحيث لا يزيد عمرها على عشر سنوات من تاريخ الصنع وقرر الموافق عليه وإحالته الى الحكومة طبعا اجاب سعادة الوزير نواف المعاودة على سؤال طرحته بخصوص المساجد ودور العبادة في مملكة البحرين طبعا الاهتمام بهذه الدور العبادة والمساجد هو من اولويات الحكومة الموقرة في هذا الشأن اثرنا بعض الملاحظات اللي قد منهلنا المواطنين في هذا الشأن وهي التسريع من وطيرة تقديم الخدمات للبنية التحتية بمجال الكهرباء والتخطيط العمراني والوثائق للمساجد نعتقد اليوم وزير العدل قاعد يقوم بدور كبير وعليه مسؤولية كبيرة جدا في هذا الشأن خلال جلسة اليوم قدمنا بسؤال الى جهاز الخدمة المدنية كان بخصوص العقود الجزئية والمؤقتة في الجهات الحكومية طبعا احنا دورنا بالسلطة التشريعية ايجاد الحلول المناسبة للمواطنين بالتعاون مع السلطة التنفيذية اشكر الحكومة على الاجابة على السؤال وان شاء الله في الايام المقبلة تكون في ردود كافية بخصوص هذا الشأن